كان لك تصريح بعد عودتك من الإمارات أنه صوت العراق سيكون لمحمد بن خلفان رميثي ممثل الإمارات في انتخابات الاتحاد الأسيوي عبدالخالق مسعود رئيس تحاد كرة القدم طبعا ما قبل على هذا التصريح وقال الوزارة ليس من حقا أنه هي اللي يتحدد هذا الموضوع لأنه اتحاد القدم سبق وانا أعطى صوته إلى الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة الرئيس الحالي يعني ما تقول على هذه الأشكالية إذا كان أستاذ عبدالخالق قد صرح فأستاذ عبدالخالق هو ليس يمثل الاتحاد الصوت هو صوت العراقي وتكلمت أنا معاه عندما رجع في الوزارة وصوت العراق هو لا يحدد الاتحاد العراقي بمفرده ولا يحدد الأستاذ عبدالخالق مع كل احترام إليه كشخص له تاريخه وإلى اسمه وإلى ثقله الصوت والثقل في الاتحاد الآسي وهو الصوت والثقل العراقي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة